موسيقى أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين أينما كنتم قاتلة هي الخلافات داخل الحزب أو الحركة الواحدة ومدمرة هي الصراعات والتنافس على المناصب وقيادة المركب وما يتخللها أحيانا من اتهام هذا الطرف لذلك الطرف بالانحراف على النهج والرؤية وقد ينتهي كل ما سبق إلى أبغض الحلال الانشقاق أرغم ما فيه من وهن وضعف للوالد والمولود ونعني هنا الحركة الأم والحركة الوليدة ما حصل مع حركة مجتمع السلم الجزائرية حمس مؤخرا هو شيء من هذا برزت الحركة كحزب سياسي باسم حركة المجتمع الإسلامي حماس عام 90 على يد مؤسسها الشيخ محفوظ محناح في عام 95 دخلت الحركة انتخابات الرئاسة عبر ترشيح زعينها الذي احتل المرتبة الثانية ونال ربع أصوات الناخبين شهد عام 96 تغيير اسم الحركة إلى حركة مجتمع السلم حمس تكيفا مع تعديل دستوري في يونيو عام 2003 توفي مؤسس الحركة الشيخ محفوظ محناح وبعد ذلك بشهرين عقدت الحركة مؤتمر انتخب فيها بجرى سلطاني رئيسا لها وهو المنصب الذي لا زال يشغله لكن الخلافات فيما يبدو بدأت تدب داخل الحركة وبين قياداتها مذاك ما تسبب بعد ست سنوات أي في 2009 إلى انشقاق عدد من قياداتها ومنتسبيها يتزعمهم عبد المجيد مناصر نائب رئيس الحركة ليؤسس حركة جديدة يرأسها مناصر اسموها حركة الدعوة والتغيير نستضيف الليلة المعني بالأمر السيد عبد المجيد مناصر لنسأله بوضوح عن أسباب الانشقاق المعلنة منها وغير المعلنة وما هو مستقبل الحركة الوليدة في بحر سياسي لوجي في الجزائر بوضوح إذن نستقبل سيد عبد المجيد مناصر الأمين العام لحركة الدعوة والتغيير وبوضوح وصراحة نأمل أن تردنا الأجوبة من ضيفنا وضيفهم سيد عبد المجيد مرحبا بك أهلا وسهلا يعني في الحقيقة أخبار غير سارة للإخوان في الجزائر ولحركة حمص تحديدا طبعا فات أكثر من شهر الآن على تأسيس هذه الحركة الوليدة الجديدة نريد أن نعرف ولمحة تعريفية بهذه الحركة الجديدة لمن فاته أن يتابع هذه الأخبار بسم الله الرحمن الرحيم بداية ربا ظرة نافعة وربا خبر لا يسر البعض هو خير إن شاء الله في المستقبل وربا خبر يسر البعض وفي حقيقته سيئ في المستقبل أود في البدايات تقديم بعض التوضيحات على تقديمك لهذه الحصة أولا نحن لم ننشق بالمفهوم الفكري والمنهجي وفي مسار نحن نعتبر أنفسنا الامتداد الطبيعي للمسار الذي بدأناه مع الشيخ نحناح رحمة الله عليه قد تبدو هذه العبارات جاهزة إعلامية مسكوكة ولكن نحن لا نعتبرها تنطبق علينا أنت تسميها استمرار لفترة محفوظ نحناح استمرار لفترة وسياسة ومنهج شيخ محفوظ نحناح إذن منذ وفاته إلى الآن ماذا تسميها هذه؟ فترة غمول أو قيلولة؟ لا بدايات تباعد عن هذا المنهج وهذا المسار كان جهدنا لتصويبه وإعادة سيرنا إلى المسار الطبيعي حركة صحيحية صحيحة؟ ليس حركة صحيحية نحن نقوم بالنصح بواجب النصح أيضا بواجب العمل التقويمي لكن وصلنا بعد ست سنوات وبعد اتخاذ كل الأسليم وكل الوسائل الممكنة إلى أن هذا أصبح غير ممكن منافذ التغيير والتصحير على كل حد سنصل إلى هذا سنصل إلى هذا ولكن هل لنا أن نعرف أيضا الحركة حركة الدعوة والتغيير دعوة من وتغيير ماذا؟ قبل ذلك قد نحن لسنا حركة شقاقية نعم نحن تنازلنا بمحض إرادتنا عن هيك نحن الذين أسسناه وأغلب الذين أسسوه وقادوه هم معنا في حركة الدعوة والتغيير وليس من بقي الذي بقي هم الأقلية في المفهوم القيادي الذين أسسوا والذي يؤسس شيء ثم يتخلى عنه أكيد دفعه إلى ذلك شيء أكبر من العاطفة التي تلد مع معايشة هذه البولود الذي ولد على أيدينا وكبر أنت هنا تقول كلام كبير وكأن الشرعية معكم وليست مع أبو جراد لا 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 خلينا نكمل لكم عندي نسك التصحيح الثاني نحن لم نتنافس على المناصب يا أخي نحن لم نتنافس على المناصب ولم نتصارع على المناصب على الإطلاق هذه الأحكام الجاهزة ربما في الهلاء نعتبر كل خلاف هو خلاف على المناصب خلاف للم يكون على المناصب لو كان على المناصب نهينا الموضوع في 2003 ثالثا نست زعيما لهذه الحركة أنا جزء في قيادة هذه الحركة رئيس حركة دعوة تغيير هو الشيخ مصطفى بالمهدي هذا الرجل الذي أسس العمل مع الشيخ محفوظ نحنا والشيخ بوسماني أنا التعريف الذي وصلني الأمين العام لحركة الدعوة عبد المناصب لا لا أنا نائب رئيس أنت نائب رئيس ولست الأمين العام لا أست أمين العام الرئيس هو هذا الرجل الثابت الشيخ مصطفى بالمهدي نحن نسميه ثالث وثلاثة هذا اللي أسس العمل مع الشيخ في نهاية الستينات قد لا يعرفه الكثير في وسهل الإعلام لكن تعرفه نضالات حركة جديدة طبعا يحصل هذا لا وتعرفه سجون الجزائر كان في السجن مع الشيخ نحنا في ست وسبعين يعني واكم كل المسار من ستينات إلى الآن وراجل سيد عبد المجيد حتى نعود إلى السؤال أنا نعم إذن حركة الدعوة والتغيير هي حركة منشقة حركة حركة أم حركة حركة تعود إلى الأصل بحركة الإخوان حركة حمس ما هي بالضبط يعني لم تعطيني إيجابة واضحة لا أعتقد إيجابة واضحة قدتك هي حركة هي الإمتداد النضالي المنهجي المبدئي للمسار الذي بدأناه مع الشيخ محفوظ نحن كانت مرحلة سرية ثم مرحلة جمعية الإرشاد والإصلاح ثم وأذكر لك أنه الشيخ لما أصدر بيان في السبعينات حركة حمس كانت تسمى حركة الموحيدين ثم يعني جمعية الإرشاد والإصلاح ثم حركة مجتمع إسلامي حمس ثم حركة مجتمع السلام أنا أريد أن نعرف منك حركة حمس منذ 2003 إلى 2009 حركة مشوهة حركة خارجة عن السكة حركة ليست بالصورة التي ترضيكم كيف تصفها طبعا لم تكن بالصورة التي ترضينا وترضي كل من حب هذه الحركة وعلق عليها الأمال بدأ الانحراف بدأ التغيير في هوية الحركة في المسار في السياسات في المواقف وبقينا نحاول أن نصحح إلى أن وصلنا إلى الطريق المزدود وسدد كل منافذ التغيير فانتهينا مع جموع كبيرة بالألاف من المناظرين إلى ضرورة أن نحمي مشروعنا مبادئنا بهيكل يستوعب هذا المشروع لأن الهيكل حركة مجتمع السلم لم يعد هيكلا مستوعبا لمنهج الحركة ولأفراد الحركة فنحن فرطنا وتنزلنا على الهيكل تفضيل المنهج والتبسك بالمنهج يعني تركتم الشكل وعدتم إلى الموضوع نعم إن صح التعبير أنقضنا المنهج أنقضتم المنهج نعم سأعود إلى أسباب بشيء من التفصيل لأسباب الانشقاق ولكن أنا أريد أن أعرف أيضا لماذا اختيار هذا الاسم الدعوة والتغيير نعم يعني الدعوة في ظل حركات إسلامية أخرى لا زال يحتاج الشعب الجزائري إلى حركات دعوية أخرى ثم تغيير ماذا يعني أنتم النظام كنتم جزء منه تغيرون ماذا نعم نجاوبك المجتمع الجزائري الآن في أمس الحاجة إلى موضوعين أساسين إلى دعوة وتغيير الدعوة اللي أبدو فيه شيء من تخلي عن الوظيفة الدعوية في المجتمع الجزائري وانت تدرك أن الوظيفة الدعوية لا تؤديها الأجهزة الرسمية كانت تؤديها شخصيات منتطوعة جمعيات دعاة حركات دعوية بمرور الوقت وتغيير الجانب السياسي مع الظروف الأمني التي كانت في الجزائر والظروف العنف والالتباسات التي كانت موجودة خفت صوت الدعوة وانحصر تأثيرها وصلنا إلى درجة أنه حتى الأحزاب الإسلامية أصبحت متماثلة مع الأحزاب غير الإسلامية يعني أحزاب إسلامية بدون مشروع إسلامي كان من ضرورة أن نتوجه للمجتمع بهذه الدعوة ومجتمعنا في حاجة إليها ماسة خاصة من الشباب الآن لأن في الجزائر شباب ينتحر شباب بغرق في البحر هروبا من البلد الشباب ما عندهش أمل شباب بطال كل هذا إذا لم تكن هناك دعوة إيمانية يعني شو الدعوة رح توكله خبز الشعب الجزائري المواطن الجزائري الذي يهرب في زورق وينتحر في البحر لأنه لم يجد وسائل يعني وجزائر كما ربما تابعت في آخر ذيل القائمة للدول التي يطيب فيها العيش الجزائر الطاردة لأبنائها المشكلة ليست مشكلة دعوة ليست مشكلة خبز هناك موظفين هربوا من الجزائر يعني ليس كل من من نسميه نحن حرق يعني أخذ الباخرة هروبا ليس كلهم يعني لم يجدوا الشعب الجزائري يحتاج إلى الدعوة يعني ليس له يعني ما عندهش أمل يعني لا يموت الجزائرين جوعا مثل ما ما أتكلم أنت في حالة فقر صحيح ولكن لم نصل إلى هذه الحالة في حالة فراغ روحي في حالة يأس من المستقبل ما فيش أمل لأنه فيه خواء في غياب أخلاق في حصار الأخلاق من ميدين كثيرة مع غلبة السلوك الاستهلاكي والمادة والتأثر الآن بالفضائيات واستهلاكاتها احتاج المجتمع وشباب بشكل خاص والنساء بشكل أخص إلى دعوة تعيد لهم السلوك وحركة الدعوة التغيير ستغطي هذا الفراغ هناك فراغ دعوي في الجزائر نعم ستساهم ستساهم في هذا الجانب الذي سيضمن سلامة أخلاق المجتمع تماسك المجتمع ثم استقرار البلاد التغيير ماذا؟ التغيير أولا التغيير شامل طبعا وفقا يعني أنت نظام الجزائري تراه يستحق التغيير؟ لا 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 إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بأنفسه ولاك تغيير النفسي شرط لأي تغيير اجتماعي نحن الآن لما ركز تغييرنا في السلطة مع عدم تغيير النفوس والأشخاص والمجتمع وجودنا الآن نحن في الحكومة منذ 1996 هذا هو سؤالي 13 سنة يعني نجاحنا في التغيير بسيط جدا لأن مشاركتنا مع طول الأمد تحولت إلى اتلاف في الموقع أو في توافق مع الموقع والنتاج التغييري أو ثمرات التغيير بسيطة جدا ليست في مستوى هذه المشاركة ولذلك التغيير الحقيقي ليس دائما من الفوق التغيير الحقيقي أستاذ عدم مجيد ملتحت أرجو إجابات واضحة يعني مشاركتكم في السلطة كأنها تسيئة في السابق مع حمص وبالتالي تريدون حركة شديدة ربما لا تشارك لا أقول يعني الدرجة هذا المستنقع الذي ربما كما يقول الكثير من الجزائريين ساهم في سارقة الجزائريين وساهم في النصب وساهم في تزوير انتخابات وأنتم كنتم يظل تستضل بها إلى حد ما السلطة معانا إسلاميين بحجة أنه معانا إسلاميين كلامك قاسي جدا يا أخي هذا ما يقوله شارع جزائري أنت فين شفت شارع جزائري أنا متابع دائما شارع جزائري لدينا برامج حوارية مع جزائريين يعني بعض الشباب الجزائري يقول لك هذا كلام لكن كل هذا هو الحقيقة لا نقول إحنا مشاركتنا قدمت فوائد وإيجابية سواء للدولة سواء المجتمع سواء المظهر الإسلامي أن الإسلاميين يتعايشون مع الآخرين يمكن أن يقدموا نماذج على كل حال كلمة لكن أنا أقول لك مع طول الأمد استنفذت المشاركة أغراضها الأولى لأن هذه الأهداف الأولى من أجلها شاركنا لكن مع تنامي الفساد ولكننا بالضرورة أن نحن أطرافل في هذا الفساد لكن تنامي الفساد مع وجودنا هذا الموعد مقبول للمشاركتنا ولذلك نحن أنا شخصيا رفعت قبل المؤتمر يعني شعار وبرنامج إصلاحية المشاركة المشاركتنا يجب أن تصلح ما يفسده الآخرون إذا عاجزت عن الإصلاح شيء أو إذا كثر الفساد في وجودها أصبح غير لا يجد هناك مبرر مقنع لاستمرار هذه المشاركة إلا لم تغير لأننا نؤمن بقول عز وجل الذين إمكنناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف أنه على المقر الوجود في التمكين ولو كان جزئيا يجب أن يكون في هذا الجانب الدعوي ثم أيضا يعني أمر بمعروفه نحن أكرر أن تنجز ولو جزئيا إصلاحات جزئية وأن تحاصر الفساد ولو جزئيا هذا لم يقف لذلك التغيير الذي ندعو له والتغيير من الفرد والأسرة والمجتمع ويصل أيضا إلى مؤسسات الدول وهو تغيير تدريجي تغيير سلمي ولكن نحن لسنا من دعاة بقاء ما كان على ما هو موجود لأنه وصل إلى حدود وصل إلى السقف المجتمع في حاجة إلى تغيير هو الذي يدعو إلى التغيير التغيير الذي ينشده الناس نحن نريد أن نشارك في ذلك يعني أنا شخصيا ولا أدري إذا كان من يتبعنا الآن فهم ما قلت التغيير كلمة فضفاضة التي قلتها أنت أنا واضح السلطة الحاكمة الآن في الجزائر كما تراها أنت كمؤسس لحركة أو كعضو من المؤسسين في حركة جديدة إسلامية هل تراها تحتاج إلى تغيير أم تحتاج إلى إصلاح هناك جوانب تحتاج إلى تغيير وهناك جوانب تحتاج إلى إصلاح تعودنا لتغيير كل شي لا نحن نتحدى عن تغيير تدريجي وهناك أشياء تحتاج إلى إصلاح وهناك أشياء تحتاج إلى تثمين أنا أذكرك سيد عبد مجيد مناصر أنه عندما كنت في حمص كنتم أيدتم عبد العزيز بوتفليقة في عهدة ثالثة وأيدتم أيضا تعديل الدستور نعم يا سيدي أنا أي تغيير تتحدث أنت أنت كنت من الذين يؤيدون النظام في استمراره بسيئاته والآن تأتي وتتحدث عن التغيير عن أي تغيير تتحدث أنت ماذا يزعجك في ذلك تليس منزعج أنا لست منجعز المواطن الجزائري لا يستطيع ربما أن يصدق ما تقول أليس مطلوب منك أن تتقمص على شخصية مواطنة تتخيل وهذا أطرح سؤالك بهدوء دون أحكام ودون عنف يعني لا تتحول إلى أذكر سؤالك قال يعني صدرت مواقف كذا وكذا هل في هذا تراقض أنا أجيبك أما أنك تصدر علي حكم بهذا القسوة هذا ليس دورك طب تفضل يا سيدي نعطيك ريحية للإجابة أنا أعطيك مثال أوباما لما رفع شعار التغيير لم يقل له أحد مثل هذا السؤال اللي سألتهاете يعني وشعار التغيير يرفع في كل بلد ليس معنا أنه تغير أمة وتغير النظام تغيير ما تراه أنت خاطئ وما تراه سياسات فاشلة أو سياسات خاطئ نحن نقول هناك سياسات اقتصادية فاشلة في الجزائر تحتاج إلى التغيير هناك سياسات اجتماعية أفشل تحتاج إلى التغيير هناك رجال فاشلون يحتاجون إلى التغيير ولا ندعو إلى التغيير الجذري وتغيير كل شي وفي نفس الوقت ليستليه دعوتنا لكن هناك ما ندعو إلى تغييره هناك ما ندعو إلى إصلاحه وهناك ما ندعو إلى تثمينه يعني أنت مع عهد ثالثة للرئيس بوتفليقة نحن كنا مع عهد ثالثة للرئيس بوتفليقة كنت فعل ماضي الآن لا لا كنا لما طرح في التخابة لأسي ثالثة أولا لا يوجد غير المطروح ثم لم نقصد تغيير الرئيس ليست مرحلة الحديثة عن تغيير الرئيس ليس لأننا طموع في الرئاسة حتى ندعو إلى تغيير الرئيس وقلت لك التغيير ليس بالضرورة هذا ترى مبرر جيد حتى إسلاميا يعني أنه إذا ليس هناك بدائل أنا أؤيد الموجود هذا معقولك نعم نحن نتبق هنا سياسة الممكن إحنا حسبناها درسناها عندك بدائل مطروحة الموقف المقادرة شو يعني لا يعني شيئا رأينا أن هذا هو الأحسن للجزائر في هذا الوضع يوفر شروط أخرى للتغيير تغيير الجوارب الأخرى أيضا يوفر شروط لاستمرار في المساحة الوطنية يوفر شروط أيضا للتنمية مش بالضرورة أنك إذا تقول تغيير لازم تغيير كل الناس هذا مش تغيير هذا قلال على كل حال أنا أسمح لي هناك من يقول أنه لا خلافة في الحقيقة جوهري بينكم وبين حركة حمص واسمح لي هناك من يقول أنه هذه الحركة ولدت ميتة لأسباب نجاح أي حركة سياسية وهذا تعريف لأحد الخبراء نجاح أي حركة سياسية أو دعوة مرتهة أساسا بدعاوي ظهورها والظروف المرافقة له والأهداف التي تسعى لتحقيقها وحركتكم كما هو واضح من البيانة التأسيسي دواعي ظهورها مرتبة سيد عبد مجيد مناصرة بالوضعية الداخلية لحركة حمص وهذا ليس هدف لخروج حركة حتى تثبت جدرتها على الساحة وتحظى بأنصار ومؤيدين يعني أنتم خرجتم كما يقول البعض من كوة ضيقة جدا من فوها ضيقة جدا هذه ليست دواعي ظهور حركة خرجنا من كوة ضيقة إلى فضاء أرحب وسحة واسعة ولا تضيق باسعني يا أخي أنا لا أضيق يا سيدي أنا أصف حالة في الجزائر لا أنت تصف وصفك مضيق خروجنا لو كان خروج عشرة أشخاص خمسين شخص مئة شخص ممكن تقول لي هذا الكلام لما يخرج أكثر من خمسين شخص على مستوى العدد المناظرين المؤسسين هؤلاء خمسين شخص لا 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 المؤسسين حركة المؤسسين حركة مجتمع السنة من أربعة وثلاثين يعني لو تكلمني بالعدد لا حركتكم مؤسسين حركة مجتمع السنة لما أسسناها نعم أسسناها بأربعة وثلاثين خمسة وثلاثين شخص والدعوة وتغيير أربعين شخص يعني في التأسيس ليس المطلوب العدد نتكلم لك عنه العضوية والالتحاق والاستقالات تتجاوز خمسين في المائة هذا على مستوى العدد أما على مستوى القيادات والمؤسسين في الصف الحركة يتجاوز سبعين في المائة يعني لما يكون هذا العدد يعني هذا كلهم ليست قضايا شخصية وليست قضايا تافهة أو ليست قضايا غير مبررة الذي يخرج هذا العدد من تنظيم هم أسسوه وعاشوا مع كل هذه الفترة أكيد أمر أبمهلي ثم أعطيك مثال آخر القبول الشعبي الذي نجده الآن نحن في وسط المجتمع أكثر مما تصورناه وتوقعنا وحتى أحيانا قد لا نجد له تفسير بوقنا هو دليل على أن هناك اختناق في الساحة السياسية في التنظيمات أولا غابة تمايز بينها غابة يعني تعددية بدون أفكار وبدون مشاريع حتى الحزاب يساوي بدون مشروع تتعمل له وفي حالة من حالات التماثل والتماهي في الآخر وجدنا هذه البر أن الرسالة التي تطلقاها عموم الناس من هذا التأسيس تأسيس حركة الدعوة والتغيير في كثير من القبول وتعليق الأمل نلحظه في كل ولاية نزورها في كل ما نلتقي مواطنين حتى وما نلتقي أيضا بعض المواطنين هذا يأكدنا أننا والحركة ولدت كبيرة وستكبر أكثر وتتسع جمهاريتها الشعبية بعد ما تنتهي وأنهيتم تقريبا 60% من هيكلة والتعطير في المحافظات الآن وصلنا إلى 80% نستكملها في الأيام القادمة سنهتم بالمجتمع أكثر بعد ذلك كل هذا يا أخي يدل على أن ما مفتوح عممنا هو كل إن شاء الله نصر وتوفيق وليس مثل ما تقول أنه ولدت ميتا يا أخي هذا ما يقوله المتابعون والمحللون ليس قولي من هذا الذي قاله من هذا الذي قال هذا حركة إخوانية حركة إخوانية تنشق عن حركة إخوانية أخرى أيهما الأصل وأيهما الصورة يعني أنا أنا أقول لك خبرا يقول من هذا الخبير اللي قال علينا هذا وحللون سياسيون من أعطيني أسمه يا أخي يعني هذا هو التدليس يعني لما تقول أنت يقول خبرا من الخبرا اللي يقول من هذا الخبير طب أنت عندما تكون في حركة إخوانية متمسكة بنهجها الشيخ أبو لرى سلطاني أنا لما أتابع حديثه هنا أيوة يقول بأنه كل ما طالبته به التزم به فالانشقاق الآن نصل إلى الأمر البالغة الذي وصدته وقبل قبل ما هو هذا الأمر البالغة الذي اضطركم للانشقاق أولا أن حركة مجتمع السلم لم تعد حركة إخوانية هذا يجب أن يكون حركة مجتمع السلم لم تعد حركة هذه قنبلة أنت فجرتها لا ليس فجرت هذه معلومة في الصحابة أنت ليس متابع بشكل جيد يبدو منك نستفيد على كل إحالي لا ليس مني أنا استفيد من القراءات اتفضل يا سيدي حركة مجتمع السلم لم تعد حركة إخوانية منذ متى؟ منذ أكثر من شهرين ثلاث أشهر منذ أكثر من شهرين؟ ثلاث أشهر وابتعدت عن نهجها يعني عندما خرجتم منها أنتم لم تعد حركة إخوانية؟ لم تعد حركة إخوانية قبل خروجنا منها لم تعد حركة إخوانية قبل أن نخرج منها ولذلك خرجتم؟ ولذلك خرجت هذا هو السبب؟ مش هذا هو السبب هذا هو الببر الأخير هذا هو شعرة معاوية آه هو شعرة معاوية بمعنى أنه لم يبقى هناك أي مبرر البقاء للصبر داخل حركة هي بعيدة عن هويتها وبعيدة عن منهجها يعني كل دعوة زيادة في الصبر هي شرعنا للحلاف شرعنا للسير خارج المنهج الذي تزمنا من يحرف الحركة على هذا الخط الإخواني القويم أنت تعلم في أي حركة حركة حمس أو في أي تنظيم لما تنحرف أكيد القيادة بالدرجة الأولى ولكن ليست لوحدها كنت نائبا للرئيس الحركة يا سبي أنت إذن مسؤول يعني مسؤول على الانحراف ثم تنشق بزعم أن هناك الحراف لا لا شو يعني أنا أقول لك هذه عباراتك غير سريمة أنت أسأل لا تحكم أنت تسأل يا سيدي أنا أسأل أنا شو يا أستاذ صالح أنت نائب رئيس حركة آآ آآ أنت تسأل لا تحكم إذا هناك الحراف يعني أنت جزء من المسؤولين عنه آآ تسألني آآ آآ لماذا لا تقول باللي وجودي في نائب رئيس أخر كل هذه العملية إلى ست سنوات يعني ببعلا الجود الذي قبنا به العمل الذي قبنا به هو كان للتقريب ولتفوية الفرصة على أي عملية انقساب وعملية انحراف لكن بعد كل هذه المدة لم يعد هناك شيء يبرر البقاء مش فقط أنا هذا مش رأيي هنا الوحدي إذا الانحراف بدأ من وفاة الشيخ محفوظ نحنح أنا طبعا لو تسأل رأيي الخاص أنا أتمنى يعني أن أخرج من أي حركة كنت أنا موجود فيها عشت أنا أكثر من نصف عمري عشتم في هذه الحركة نعم ولكن أنا أيضا يعني نزلت عند رغبة جموع المناظرين والقيادات التي رأت بأنه من الواجب لإيقاظ هذا المنهج واستمرار المسار الذي بدأوا الشيخ نحنح أن نحمي هذا المشروع هذه المبادئ وهذا المسار بهيكل جديد يعني الانشقاق هذا كان بطلب من الجماهير لا المناظرين نتكلم لك من 40 شخص لا كيف 40 شخص هذا هم المؤسسين تبع حركتكم أنت تعرف ما معنا تأسس حزب تأسس حزب يؤسسون بجموعة عن الآخرين وش ما فقدت هذا وإحنا أصلا اجتمعنا كمز الشهورة كنا في 80 يعني حتى الذين أخذوا في الاجتباع ما أكتبنا كل أسماءهم المؤسسون يا أخي هم الذين يؤسسون حزب تمثيلا للآخرين هذا كله يبثلون الولايات كل شخص يبثل ولايته ويمثل من وراءه على فكرة الشيخ أبو جرى سلطاني فاتح على الانترنت أسئلة يستقبل كل نوع من الأسئلة ويجيب عنها كان أجرأ منكم لتجاوز هذه المرحلة أنا لم أجد لكم أي هذه المرحلة الآن التي تمر بها حركة حمس والانشقاق وما إليه في معرض حديثة يقول بأن هناك أسباب لم تعلنوها عن الانشقاق أسباب معلنة وأسباب غير معلنة طبعا في أسباب غير معلنة هل لك أن تعطينا رأس خيط أسباب غير معلنة حماية لسمعته سمعت من؟ سمعته وبعض من معه يعني نحن أصحاب أخلاق يعني لا نقول كل ما نعرفه وكل الأسباب لا نقولها يعني هو من مصلحته أن لا يدفعنا للكلام من مصلحته أن لا يدفعنا أن نتحدث هذا الموضوع أخلاق لا تمنعنا تمنعنا أن نتحدث بكل مكان في حركة نحن كنا فيها قادة وكنا فيها مناظلين نحن نعلن ما يمكن إعلانه ونسطر البعض ولا نريد أن ننبش في هذه الخلافات لأننا بالنسبة إلينا الخلاف انتهى انتهى بتأسيس حركة الدعوة والتغيير ونتمنى أن نتوقع المجتمع السلم بالتوفيق ونتمنى أن نلتقي معهم في أي قواس مشتركة في أي عامل مشترك يخدم الأمة ويخدم الجزائر ويخدم الإسلام لكن الخلاف بيننا انتهى ولا نحب يعني أن نتحدث فيه كثير اللي لا ينفيد أحد والرجوع للوراء لا ينفيد أحد ولكن الشفافية الحركات السلمية ترفعون شعار الشفافية للجمهور كبديل على التيارات الأخرى وأنظمة الحكم فالآن تغطون عيوب إذا كانت هذه العيوب موجودة في أبو جرى سلطاني فعلهم من سطر مؤمنا سطره الله يا أخي من سطر مؤمنا سطره الله ولكن عندما تكون قضية تخصه شخصيا عندما تكون تخص الجماهير لا تخص الجماهير تخص مناقرها وتخص الشعب الجزائري لا تخصه هناك حديث عن سيارات فارهة وهناك حديث عن أموال وهناك حديث عن شراء بيوت من المتهم؟ أنا كل هذا طلعته ولكن لا أدري هذا حديث أنا لا أدخل فيه على الإطلاق أنا قلت لك هناك أفراد لا يزالون مقتنئين بحق المجمع السلم خليهم مقتنئين ويشتغلون فيها الذين لم يقتنئوا نحن وفرنا لهم غطاء قانوني تنظيمي للعمل أما البحث في الخلافات وفي الأسرار الشخصية والأخطاء والفضايح هذا ليس أسجوبنا وليس أخلاقنا ولا تندفعني إليه لأنه لن أتكلم على كل حال أنتم السبب المعلن الوحيد هو الحياد عن الخط الذي انتهجه أو خطه الشيخ الراحل محفوظ نحناح للحركة الأسباب غير المعلنة لا تريد الحديث عنها ولكن يبدو أن الأسباب الغير المعلنة هي الأهم هذا يختلف حسب التقييم أنا أقول لك لماذا؟ لأن البعض يقول يا سيدي على الأقل وفق من تابعوا هذه القصة أو القضية يقولون بأنه إذا كانت القصة هي الخروج بالحركة عن منهجها الأصيل يمكن أن يتم ذلك من خلال الحوار الداخلي لماذا تحتاجون إلى ولادة حركة جديدة؟ أنا أقول لك سنة سنوات ونحن في هذا الحوار ورحنا وذهبنا للأساس أن هذا الذي يحدث كل هذا بعد ذلك لم يحدث يعني أنت تحدثني عن أسلوب استعملناهم مرارا ووجدنا الأبواب موسدة في طريقه موسدة من أبو جرى السلطاني طبعا طبعا ولا يلدغ المؤمن من جوح المرتين نحن يلدغنا أكثر من مرة أنا سأقول لك ماذا يقول أبو جرى السلطاني يقول بأنه طلبتم منها أن يكون أحد نائبيه منكم فوافق طلبتم منها التنازل على الوزارة فوافق هذا غيره صحيح هذا موجود في تصريحاتي يا سيد هو يقول ما يشاء يا أخي وما زلنا ننتظر التحاقكم باللجنة يعني هو ما زال نجاوبك يا أخي نعم تفضل نحن لم نطلب أي منصب بالأكثر رفضنا المناصب التي تعرض علينا لأنه خلافنا ليس خلاف مناصب لم تطلب منها أن يترك الوزارة هذا طلبنا منه لما كنا في الحركة نعم وافق وعتبرنا لا لم يوافق هذا كله تضليل هذا هو لم يوافق طلبنا منه قبل مش الآن طلبنا منه لما كان هذا خلاف نعم نعم قبل المؤتمر طلبنا منه ذلك لأنه لما أصبح وزيرا أولا كان وزيرا بدون شورة وأصبح أمر واقع والمجلس وافق لأنه أصبح أمر واقع ويقول شاورت لم يشاور أحدا الأمر الثاني هو وزير ليس له أي وظيفة هو وزير رأس حركة هو وزير يتحمل كل أشياء بما فيها قرار استيراد الخمور في مجلس وزراء هو يتحمل لأنه كان عضوا ولم يعارض ذلك وهذا أساء كثيرة للحركة الإسلامية حينها نعم نقول لك أشياء كثيرة أساء تذوي الحراف يعني هو يتحمل هذه القرارات وسكت عندما قال له بوتفليقة لم يعارض لمتبعة الفساد لم يعارض كل هذه الأشياء وتحملوا مرة واثنين ثم في المؤتمر لما رحنا للمؤتمر المؤتمر صادق تتحدث عن المؤتمر رابع للحركة نعم 2008 أنه رئيس الحركة وبما في أي ذنة عضاء المكتب لا يكونون وزراء يعني صادق لها المؤتمر وأجلها أن توضع في النظام الداخلي بعد المؤتمر سيد أبو جراء كل هذا لم يطبقه متى هو استقال يعني ثم هو لم يستقل وحتى يقول أنا لم أستقل أنا طلبت إعفاء طبعا بضغط من مجلس الشورى ورسالة لم يرسلها لرئيس الجمهورية رسالة لرئيس الحكومة رئيس الجمهورية قابلة بها وصرح قال إذا رئيس الجمهورية يحتاجوني لا أستقيل رئيس الجمهورية قبل وبعد ذلك صرح قال وسأعود لي الوزارة قبل لهذه هذه السنة يعني لهذه الدرجة تغول الرجل لا أحد يستطيع أن يخرج يعني هناك مجلس الشورى هناك فعاليات في الحركة خلنا لنا مجلس الشورى في شهر 7 2008 بعد المؤتمر يعني بل يحاضرين نحن قاطعنا ذلك لهم بل يحاضرين مئة شخص صادقوا له على بقاوة في المزارة تمديد نعم بقاوة في المزارة هذا متى؟ هذا بعد المؤتمر مخالفين قرار مؤتمر لأن المؤسسات الشورية أفرقت من محتوى الشوري يعني أصبحتها لطبيض قرارات وإلى كيف بعد ذلك مجلس الشورى بعد ثمانة أشهر يأخذ قرار آخر يطلب منه خروج بالحكوم ماذا يضغير في ثمانة أشهر؟ يعني مجلس الشوري يأخذ هذا القرار ثم يأخذ القرار هذا اللعب بالمؤسسات واللعب بمعاني الشورى ثم أقول لك أمر هذا الموضوع كان يهمنا لما كنا أعضاف الحركة بعد بخرج من الحركة هذا الشأن داخل حكم السلام هو حر وهم حابين يستقيل حابين يبقى وزير حابين يكون محافظة في ولاية حابين يكون نايم هذا أمر لا يعني سيد عدمجيد مناصرة أنا هنا وانت ذكرت مؤتمر رابع للحركة 2008 مايو 2008 فيما أذكر يقال بأن الأستاذ عبد المجيد مناصرة كان يريد أن يأخذ منصب أبو جرى سلطاني وعندما فاز أبو جرى سلطاني بالتزكية اغطاض عبد المجيد مناصرة ومن معه وبدأت المشاكل تدب داخل الحركة شوفي أخي اللي حدث أنه إخواني رشحون لمنصب رئاسة الحركة رشحوك ولا يعني هذا اللي كانت لرغبة أنا نزلت عند الإخوان لأنه كانوا يرفعونا شعار التغيير ويبحثون عن تغيير السلس من خلال المؤسسات لما وصلنا للمؤتمر لجنة تحذير المؤتمر المنتخبة من مجلس الشورى يعني اغتسبت صلاحياتها من طرف رئيس الحركة والمكتب الذي معه تنظيم المؤتمر طبع أيضا بالاغتصاب هذه الصلاحية أنا لما دخلنا للمؤتمر يعني ظهر الخلاف الانقسامي بشكل كبير أنا الذي كان عليا تنازلت برغم أنه هناك كان هناك شيء من التزوير في المؤتمر في عدل مندوبير في بعض الولايات هناك تجاوز هناك استخدام حتى الكلاب يا أخي ضد المناظرين والمناظرات من قبل من؟ من قبل رجال الأمن الذين استدعام هو هو يستدعى رجال الأمن بالخلاف بالعربي الفصيح استقوى بالسلطة ضدكم استقوى بسلطة الكلاب يا أخي بش حبث يعني كغير بسلطة سلطة رجال وسلطة الدولة يعني بالكلاب يعني بالرجال الأمن بالكلاب يعني يرهب بها للأفراد هذا الأمر ولكن شخص إسلامي ينزل إلى هذا المستوى ما تقول أم ماذا يعني؟ أنا أذكر لك الشيء اللي رأاه كل الناس أنا أتكلمك على أسرار أنا أتكلمك على الشيء هناك أسرار مخفية كان أعظم لا أتحدث عن ما رأاه كل الناس هذا في العلال في الفضاء حتى الدعاة الذين كانوا يبثلون بعض الحركات الإسلامية دعوا ومنطرفوا لحضور المؤتمر طردوا من داخل المؤتمر كان يمكن أن يكون لحضورهم يعني عامل مساعد على التوافق أنا لما رأيت الأربع أيام المؤتمر أتوقف نعم وحالة انسداد الذي أبلكه أنه إخواني يرشحوني هذا أبلك هذا اعتدرت لهم وحتى لم أشاور الجميع شاورت عدد قليل وانسحبت وتنازلت حفاظ لما حتدت الحركة لما كان الحركة مهدد بالقسام في المؤتمر ولكن أيضا بعد المؤتمر هو يعمل بعد 24 ساعة امتها المؤتمر يعمل دوصحفية ويشتمنا على الملأ ويتهمنا بكل التهم التي تلسق بأرداء ناس وهذا مسجل وفي دوصحفية وليس في إغنقاء خليك ملك الانعبار كل هذا ثم ذهب إلى مؤسسة من أعز مؤسساتنا الذي أسل الشيخ محفوظ ثم ترأس الشيخ مستماني الشهيد الله يرحمه وكسرها وأدخلها في النزاع في زارة الداخلية وفي القضاء وثم ذهب إلى الشبيبة وهي مؤسسة من أعز مؤسسات تحت رعاية الدولة ولكن لا لا فيها الشباب فأقدر عمل المؤتمر استثنائي وكسر والآن رايح للطلبة طب لماذا كل هذا؟ يريد الهيمنة خرج من عقله أو يريد الهيمنة وينتق من كل شخص لم يكن معه في الاختيار يعني من لم يكن معه في المؤتمر فهو ضد يجب أن نقصه وحاربه يعني في خوصة صلى الحركة يعني سيد عن مجل مناصرة هل تعترف الآن بأنكم أخطأتهم في اختيارة إذن عنده وفاة الشيط نحن 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 في البداية نحن لم نختره في 2003 أنت لو تتبع علومات في 2003 هو نجح بـ 52% أنا عارف ذلك نحن لم نختره نحن وكانوا يهمنا في تلك المرحلة حفاظ على وحد الحركة قدمنا التنازلات استفاد منها ولم يكن في الصف القيادي نعم ولهم يقربوا الشيخ نحن في أي صف قيادة على الإطلاق لكن كان فيه في مز الشورى نحن نعلم عدم أهليته ونعلم أنه مجيء سيكسر الحركة ويحرفها لكن يعني البعض الأخوة لا يعرفون ذلك ونحن قبلنا باختيارهم بالرغم أنه نسبة بصر يهمنا توحيد الحركة ودعونا الله وعملنا معه وعملنا معه من أجل أن نحافظ على حركة الحركة وتطور الحركة ونكمل بعضنا البعض في ظل هذا المنهج هو هنا في حديثه يقول بأنه استجاب لكل مطالبكم ولكنكم أنتم من البعض هو يتحدث على المناصب كأننا نحن ندعونا إلى المناصب طلبنا مناصب لا تعنيكم المناصب إطلاق لا تعنينا المناصب الحركة على الإطلاق لا تعنينا أنا صراحة حتى قبل المؤتمر أنه لستمعنيا وهو يعرف في الصحافة لستمعنيا بأي منصب في المكتب معه لأنه جربت جربت ذلك ويعني لا يمكن أن نعيد هذه التجربة ولكن نحن كانت وطلب ليست هذه ويعرفها لكنه يخرج هذه كأنه خلافاتنا خلافة مناصب نحن نقول يا أخي لو تعطينا كل المكتب باك معايا كل المكتب وبرئاسة الحركة التي الآن هي أنا قلت هذا الكلام وأكره مرة أخرى هي فقدت شعبيتها الآن وأصبحت بعيدة حتى على قضايا المجتمع لسنا معنيين بهذا الهيكل الذي تهاوى نحن لو كنا ندرك أنه 10-5% فقط يمكن إنقاذ هذه الحركة لم يكن هناك إمكانية للتصويت لإزاحته نهائيا في التصويت؟ لإزاحته بجرى سلطاني أنا أقول لك هو غرق المؤتمر بمندبيم الإضافيين وبالتالي لم تجدوا حلا إلا الكي إلا الخروج بحركة لا لا حتى بعد المؤتمر صبرنا لم نأخذ قرار بعد المؤتمر صبرنا سنة كاملة وقابلنا كل الوسطات وقابلنا كل ما تغسط إلي هذه الوسطات ولكن هو كان لا يلتزم كان يتحايم على كل حال أنت تقول هو لم يلتزم وهو يقول أنتم لم تلتزم لا ندري مع من الطرف الوسيط هو الذي يمكن أن يحكم الشيوخ والأساتذة ليستوا حاضرين الآن حتى نسألهم على كل حال نريد أن نعرف الآن أن صفحة العودة انتهت الآن هذا باب يعني لو كان فيه خير لو كان فيها خير لما خرجنا منها لا الآن تحديدا بعد إعلان اسم الحركة الجديدة نخد لك آه يعني لما خرجنا معدها وصلنا إلى قناعة تامة بضرورة تأسيس حركة جديدة نريد أن نعرف أيضا قصة الرؤساء البلديات طبعا حركة حمس لديها رؤساء بلديات ورؤساء ومجالس ولائية ونواب في البرلمان من ينضم إليكم ومن بقي يعني هل نضم كثيرون من هؤلاء إليكم طبعا نضم كثيرون من النواب والمتخب المحلين ورؤساء بلديات نعم لأنه بصراحة أيضا حتى على الانترنت هناك الكثير من الشكاوى من رؤساء بلديات في أدائهم حركة حمس أنا لا أدري إذا كان أنتم أيضا عندما كنتم في حركة حمس تدركون بأنه بعض رؤساء الولايات وبعض من مسؤوليكم أساءوا لتجربتكم وأساءوا للحركة الأم وبالتالي الآن ستتجاوزون مثل هذه المشاكل هو أكيد في التجربة دائم تكون هناك نسبة أخطاء ونسبة أفراد لم يدقق في اختيارهم في ترشيحهم نظافة اليد السيرة والسلوط نعم يعني شخص يرفع الشعر الإسلامي وعندما يقول رئيس ولاية تجبر هو معني بالنزاهة والتفاري في التسيير أكثر من غيره هناك أخطاء طبعا نحن في عملنا الجديد وريد أن نستفيد من أخطائنا هذا هو سؤالنا الآن إذن التالي برنامجكم وماذا أنتم فاعلون فيما يتعلق بين ما بين العمل الدعوي والعمل السياسي هل ستوائمون بينهما أم تتجهون نحو تشكيل حزب السياسي أم ماذا نحن الآن أعتبرنا الدعوة أصل يجمع الجميع حتى لا يفقد عملنا السياسي بمشروعه لأنه قلت لك الآن حركات يسمي بدون مشروع نعم حركات يسمي في الجزائر طبعا تكمع الجزائر الأمر الثاني نحن سنبحث هذه الأيام في الشكل القانوني لهذه الحركة حركة الدعوة التغيير بين الحزب وبين الجمعية وقد يكون اختيارنا للجمعية في البداية أكثر أكثر رجحانا نعم لأننا لا نريد أن ندخل في البعمعة الحزبية السياسية ونحن خارجين من أزمة وهناك ضيق في العمل السياسي هناك سقف متدني للطموح التغيير في البجال السياسي الآن وهناك أيضا عزوف شعبي خاصة في قطاع الشباب على الانتخابات وانتخابات السياسية نريد أن نشكل هذا الإطار الذي يعيد الأمل للناس ويقوي المجتمع لأن الهروم من المجتمع إلى السلطة أحدث حالة لا توازن بحيث ضعف المجتمع وتغولت الإضاءة هل نفهم ذلك أنه لو فتحت أمامكم السلطة في الجزائر الآن الباب للمشاركة أيضا هل ستشاركون وستنغمسون في نفس التجربة التي خاضتها حمص واكتوت بنارها ربما التجربة العمل السياسي هو الذي دمرها وافقدها شعبيتها نحن الآن ليس في أولوياتنا المشاركة ليس في أولياتكم المشاركة على الإطلاق وعندما يأتي وقت في المستقبل شيء من هذا سيكون على أسل جديدة وأهداف جديدة نعم ماذا بخصوص أيضا هناك من يتحدث الآن عن ربما أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أعضاء في حركات أخرى إسلامية هل أنتم مستعدون لفتح الباب لهؤلاء أيضا للانضمام أم تفضلون أن تكون خاصة بأنصاركم البداية خاصة بمن كان في حركة المجتمع السلام بعد ذلك سننفتح عن المجتمع لقدتك الذي يهمنا هو المجتمع المجتمع محتاج إلى هذه الدعوة إلى هذه الأفكار وهذه المبادئ سنعمل على استعاب أفراد المجتمع المقتنعين بهذه المعاني وفقا للقانون الجزائري أما العمل الحزبي نحن قدمنا أولوية الدعوة على الحزبي في البيانة السيسية وعلنا أيضا أولوية المجتمع على السلطة ونفرق طبعا نحن بين الدولة والسلطة نحن نستجيب لأي شيء يخدم الدولة لكن مضوع السلطة والحكومة نقدم عليه المجتمع لأن المجتمع هو الحلقة الأضعف الآن في الجزائر المجتمع هو الحلقة الأضعف قبل سنوات كانت المؤسسات الدولة في حال الضعف قدمنا ما يمكن تقديمه حتى لا تنهار الدولة لكن الآن الأولوية للمجتمع في قضايا الاجتماعية في قضايا الاقتصادية في قضايا الشباب قضايا المرأة يعني لديكم حلول لهذه المشاكل مدام تتحدث عن قضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها مشكلة الحراجة مشكلة مستعصية ومهمة أيضا في الشارع الجزائري هل لحركة التغيير والدعوة والتغيير رؤية لهذه المشكلة خصوصا وأنه كما هو معروف البعض قبض عليهم وحكم عليهم بالسجن يعني الحراج يحكم عليه بالسجن يعني هي ذنب ذنب من؟ ذنب السلطة أم ذنب الذي حاول أن يهرب لإعاشة أو إعالة أهله؟ نحن نعتبر أن هناك أسباب دفعته إلى ذلك يجب أن تعالج بعض هذه الأسباب أسباب مادية يعني في قضايا الشغل وقضايا السياسات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد نعم هذا من دور الدولة وهناك أيضا أسباب أخرى أسباب فكرية أسباب نفسية أسباب دعوية هذا دور أطرف أخرى نحن نساهم في هذا المجال لأن الذي يقضع البحر وهو عنده احتمال واحد على اثنين يمكن أن يصل وحتى إذا وصل يمكن أن يعاد وإذا وعيد يحاكم لا يفعل هذا إلا رجل يأس والرجل الذي عنده أمل حتى لو كان هناك في ظانك من العيش لكن لا يفعل بنفسه هذا هذا نتيجة الخواء الروحي الموجود نتيجة اليأس الذي بث في أوساط الشباب هذا لتخلي بعض الحركات الإسامية عن هذه الأدوار أو ربما ما نست شيء من التطرف وشيء من الغلو أو أيضا حركات أخرى إنحلالية تدفع الشباب إلى حالات الإنحلالية يعني لو أربت أيضا أن أعرف بنسبة لكم كحركة جديدة أنا لا أدري إذا كان لديكم رؤية لمشاكل الشارع الجزائري الآن أو مشاكل المواطن الجزائري ما هي أولوياتكم؟ أين ستركزون؟ في أي جنب؟ وبالمناسبة نحن أيضا أصدرنا رؤية نحن حركة جديدة لكن مع ذلك كتبنا رؤية نقشناها صادقنا عليها ونشرناها في موقعنا الإلكتروني نعم نحن عندنا موقع الهادي أونلاين لهذه الحركة الفتية زمنيا نعم فيها مجالات العمل يعني نتكلم على طربية الفرد نتكلم على إصلاح الحكم نتكلم على محارة الفساد نتكلم على الاهتمام بالشباب نتكلم على الاهتمام بالمرأة نتكلم على الدعوة نتكلم على كل ما نراه شاملا لخدمة المجتمع الجزائري ولكن لا نطرح نفسنا بدائل للأطراف الأخرى لا نطرح نفسنا طرفا يساهم برؤيته في تحقيق هذه الدعف يعني أنا أريد أن أعلم ما الذي سيغري المواطن الجزائري في برنامج حركة التغيير والدعوة والتغيير؟ أقول بذلك سيغريه لم تغريه المادة لأن المادة موجودة عند أحزاب الأخرى ولم يلتف حولها الناس الذي يغريه هو صدق بعوة وصدق اهتمام به وتعايش معه واهتمام به والارتقاء به من دائرة إلى دائرة ومن مستوى إلى مستوى لا أريد أن أشكك في النواية ولكن هذا الصدق كيف سيكتشفه المواطن الجزائري؟ ما أنتم كنتوا في حمس وتقاتلتم بداخلها وشتاء متهمات وتخليل ما إليك؟ والبعض أثرت في حركة حمس ولم نتهم مثل ما تقول لا أصحابه ما لسنغير سنوفر الشغل للناس نحن سنهتم بالشباب لتصحيح رؤيته تصحيح إخلاقه وحتى يتحول إلى مشارك إيجابي في حياته بعيدا عن الياس بعيدا عن الغروب والتطرف بعيدا عن الانحلال ومعيدا عن السلبية والانتحار يعني السلبية والانتحار أنا سأعطيك السبب السلبية والانتحار وهروب المواطن الجزائري حراغة خارج البلد الجزائر كما ذكرت ربما في بداية هذه الحلقة في مؤخرة القائمة للدول التي يطيبه فيها العيش لا هذا غير صحيح نعم خلفها فقط هراري عاصمة زنباوي بإمكانك أنت عد للقائم أنا كنت بسير الصراع ومعرف كل هذا وراه دول كثيرة يعني أنت ليش مسترطج الجزائر في آخر يعني هذه هي القائمة التي يعني أتحفتنا بها مجلة ايكوناميست يعني فعلا هناك شباب جزائريين في أوروبا يعني بالآلاف إن لم نقل بأكثر من ذلك ما هي هذه الأسباب المواطن يتساءل جزائر ثروة نفط وغاز وبلد شاسعة يعني أغنى من كل دول المنطقة لماذا هذا الأوروب وأنتم كنتم جزاء من السلطة أنا لا أحكمك على فترة أنت غير راضي عنها ولكن أسألك الآن ما هي البدائل كحركة إسلامية يعني هي الغاية ليس فقط تأسيس حركة إسلامية وشعار إسلامي وتحل المشاكل لابد أن لديكم فعل على الأرض ماذا أنتم فاعلون لهذا المواطن الجزائري الغلبان المواطن الجزائري في حدود المتاح والممكن عندنا قد لك سنعيد له الأمل في بلاده أن تيئيس النازم من بلادهم ومن غادي هو أمر خطير مضمر سيحول الشباب يا إما إلى قنبلة الفجر في وسط المجتمع يا إما إلى جثة في البحر يا إما إلى شخص سلبي مخدر بالمخدرات يا إما شخص منتحر نحن نريد أن نبث في هذا الخطاب خطاب الأمل وخطاب الثقة ثم سنسهم من خلال المواقع التي نحن فيها وعلاقات التي نملكها في حل هذه البشاكل وطرح الحلول نحن نقول وقترحنا هذا في البرنامج أن هناك في مناقشة البرنامج للحكومة الأخيرة أن هناك فعلا دولة غنية ولكن الشعب ليس غنية الشعب ليس غنية تحويل هذه الأموال من جيوب السلاطين إلى جيوب الشعب لا لا من خزينة الدولة هي موجودة في خزينة الدولة أكيد في خزينة الدولة طوالا خزينة الدولة إن شاء الله يا سيد إلى برامج فعلية لأن هناك بعض البرامج غير نافع مردودها ضعيف جدا سلطرت وصرفت في أموال إلى برامج فعلة تصل إلى هذا المواطن إلى هذا الشاب حتى تحلل مثل هذه المشاكل هذا أحلى هذا الدول سنقوم به أنا من خلال برامج واسمح لي هنا بالمقاطعة من خلال برامج الحوارية مع الشعب الجزائري أو المواطنين الجزائريين عفوا هناك مشاكل بسيطة ولكنها مستعصية إلى الآن منذ عقود مشكلة السكن وأنت كنت جزء من السلطة ربما بإمكانك أن تستفيد منها الآن وأنت أحد قيادات حركة جديدة لماذا هذه المشاكل لم تحل بعد من المسؤول عنها مشكلة السكن تحديدا المواطن الجزائري يريد أن يجد لها حل لماذا لم تحل هذه المشكلة أنا أقول لك مشكلة السكن الآن حددها أقل من سرات سلق لكن هي كانت أنا أذكر في كنا في 97 كان مليون ونصف مليون سكن كعجز في الجزائري مع الآن المجتمع الجزائري كله مجتمع الشاب نعم مئات الألاف من الشباب يدخلون كل سنة في طلب السكن يعني حكم أنهم يتزوجون نعم فالطلب الإضافي أحيان 200 ألف مو كل آث العرض أكثر من العرض يعني العرض يزيد لكن فيه برامج تسطر أنا أقول لك أنه في بعض الأماكن خفت المشكلة في بعض الأماكن الآن تحتاج إلى سنوات تحتاج إلى سنوات ويبقى أحياناً السكن موجود ولكن سعره أغلى من إمكانيات الشاب فلذلك الآن فيه في الجزائر ما يسمى بيع عن طريق التأجير يعني بيشتري بالأقصاد نعم فيه شباب مستفيدين لها لكن ليس كل الشباب ومشكلة السكن هي مشكلة ولكن ليس المشكلة عويسة عن الحل في ظرف خمس سنوات أقصها عشر سنوات تحل مثل ما هي حلت في بعض الأقطار لكن الآن فعلاً فيه نسبة عجز كبيرة إمكانية الباليين موجودة الأراضي موجودة الذي عنده شيء من المال يمكن الذي راتبه ضعيف هذا يحتاج إلى سكن اجتماعي والسكن اجتماعي غالباً تسير الدولة تسير بطريقة غير عادلة يعني أنني لا يستطيع أن يشتري سكن يعني أنا أجد على الأقل إجابة واضحة وأنت كن جزء من السلطة للمواطن الذي يتبعنا الآن كم سنة تحتاج الزر حتى تقضي على هذه المشكلة مشكلة السكن تحديداً أنا أعتقد عشر سنوات عشر سنوات عشر سنوات نهائياً نهائياً رئيس الجمهورية أعلن على أنه سيبني في حدود 2 مليون سنوات رئيس الجمهورية نعم في خمس سنوات وأن تتفق في وعوده يملك الإمكانية لتحقيق 2 مليون سكن يملك الإمكانية هل الأجهزة التي معها والوزارات والمؤسسات ستبدل جهداً لتحقيق ذلك الله أعلم لكن الإمكانيات متوفرة لإنجاز 2 مليون سكن خلاص أنا وأبشر جزائرين خلال عشر سنوات ترتاح من مشكلة ضيق السكن أنا أتكلم لك على الإمكانيات الإمكانيات حلا في عشر سنوات نعم ولكن إذا لم تطبق بالشكل السليم قد تستمر 100 سنة هل كل دولة أوروبية غنيها على كل حال ربما حركة التغيير تحكم وتغير الموازنات لماذا لا؟ نحن لن نحكم في هذه العشر سنوات لا تريدون الحكم لا في العشر سنوات هذه التغيير صعب بدون حكم يا أستاذ المجيد لا 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 رسول صلى الله عليه وسلم غير من خلال المجتمع قبل أن يصل إلى الحكم وكثير من يعني دعوتم كثيراً كنتم في حمس تدعون ونبقى ندعو ولماذا نستعجل يعني نسنا طلاب سلطة من أجل السلطة يعني نريد أن نحقق أهدف التغيير في المجتمع يعني صعودنا للسلطة وإثارنا للسلطة ليس بالضرورة وسيلة للتغيير الناجحة يعني سيد عالمجيد نعم الآن ستنزلون إلى الشارع تدعون الناس أم تظلوا في مكاتبكم يعني من الذي سيدعو أنتم 40 واحد مؤسسية حركة 40 واحد يا أخي يعني أنا أكثر من 15 ألف واحد كيف 40 واحد أنت مش حاب تفهمن أن 40 ألف يؤسسون يعني الذين سيمارسون الدعوة هم القواعد وأنتم تقولون المؤلمة يعني حتى نقول لك أسسنا مؤخراً هيئة الدعوة والدعاة تابعة الحركة فيها أخلص العلماء والدعاة للجزائر ومسطرين مرامج على كل حال أنا الوقت لأنه انتهى لي تنفيذها في وسط المجتمع سيد عالمجيد الوقت لأنه انتهى أنا أذكر فقط هنا أنه حركة حمس التي غادرتها للتو لديها يعني تحشد قواها وتهيئ لي احتفال حاشد في الثامن عشر من جوان الجاري في ملعب عشرين أوت افتتاح الرسمي للملتقى الدولي السادس للشيخ الراحل محفوظ محناح هل ستقومون أنتم بحشد موازي محفوظ محناح لكم ولا هم نحن عقدنا الأسبوع الماضي ملتقى يعني أنتم عندما ذهبتم إلى المؤتمر الدولي لفلسطين في تركيا ذهبتم أيضا في وفد موازي والآن تعقدون أيضا يعني سيصبح محفوظ محناح محسوب على من إذن ومحفوظ محناح محسوب على من هو يحبه ولا يشتمه من يمشي على مباديه ومن هو رحيم بأبنائه وبعائلته ويحافظ على المسار الذي سلكه يمكن أن يدعي كل الناس أنهم معاش محفوظ محفوظ محناح ولكن الذي يلاحظ يدرك ونأفرح لما يكون هناك ملتقيين حول الشيخ نحن هذا لا يزعجني بالعبس هذا لا يزعجني نحن أقبنا ملتقة كان ناجحا جدا انتهي يوم الجمعة الجمعة الفارد الثناث جوال كان ناجحا جدا بكل مقاييس فيه ضيوف بالخارج فيه من كل قليل يتحاضرين إخوة واخواتك النقاش رائع كم كان الحضور؟ نعم كم كان الحضور؟ كان في حدود ستمائة مشارك في المؤتمر وهم يتحدثون عن آلاف والله شي يفرح هنا يفرحكم ولكن الوزن يبدو أنه عندهم وليس عندك وزن ماذا؟ وزن الحركة أنت تقول بأنه الثقل انتقل معكم تتتكلم على شيء لم يحدث بعد هم يقولون هكذا على الأقل لا ليس تتتكلم عن شيء لم يحدث بعد نتكلمك على ستمائة هذا مناظرين في الحركة موش من الشعب هذا ملتقة موش تجمع شعبي ملتقة فيه كريلي مدة ثلاثة أيام نعم كان حول قضايا التغيير كان حول قضايا التغيير ثم أنا أقول لك لما يعقدوا التجمع وفيه شعب وينتصرون للمبادئ التي نشرها الشيخ نحن هذا يفرحنا ويزعجنا ممتاز جدا ولسنا في منافسة معهم في العدد هل تحدثت مع الشيخ أبو جرى سلطاني منذ الانشقاق؟ دعوته قبل ذلك قبل التأسحك دعوته في رمضان الماضي طلبت منه لقاء وكتابيا إلى غاية اليوم لم يجبني يعني لم تتحدث معه لا هاتفيا ولا مباشرة منذ السنة الماضية قد لك طلبت لقاء معه وحوار معه ورسالة مكتوبة أرسلتها له لم يرد عليها لحد الآن ما شاء الله وانا أعرف أنه المرء إذا لم يتحدث مع شقيقي ثلاثة أيام يعني البعض يخرجوا من الملة لا إذا قاطعه أنا لم أقاطعه أنا قد كرسلته هذه شوية مش مقاطعه أنا رسلته وطلبت منه وهو قاطعك لم يرد عليها لحد اليوم يعني هو مخطئ يعني من رمضان من سبتمبر أحدكم مخطئ من أني قل لك أنا طلبت هو لم يطلب مني يحاول مرة ثانية مين يحاول أنت حاول مرة ثانية إن شاء الله حاول أنت على كل حال هل تحول تحولي لبوصلة حتى لما لا يعني هذا دورنا لا أنت ملشد على كل حال الأستاذ عبد مجيد مناصر النائب رئيس حركة الدعوة والتغيير في الجزائر شكرا جزيلا لك شكرا لك أشكرك عرطيب شكرا كما أشكركم مشاهدين الكارم بوضوح إذن أجرينا هذا الحوار ونأمل أن يجمعنا دائما الوضوح والصدق في أمان الله